28 سنة إنجازات قاعد وديني قيمة كبيرة جداً مدير فني ومدير جهاز ورئيس جهاز الكاراتين صديقي العزيز جداً دكتور مراد عاصم دكتور مراد برحب بيك مشرفني من نوالي نهاردة في حصد الأبطال ربنا خليك ويسعدك رب دايماً النادي الأهلي من بعدي يفضل محتفظ بصدارته فكرتين لأن 28 سنة دي كتير قام وأنا الحقيقة لما بقعد قدام قيمة كبيرة 28 سنة إنجازات دا احنا نقعد نكلم فيها 4-5 أيام لا سنة سنتين كمان والله كان حد سألني أنتوا عملتوا إيه إنجازات فكرتين في النادي الأهلي فقلت له موضوع محتاج كتاب فقدر أقول شوات أرقام بسيطة كده على آخر إحصائيات عملناها من 5 سنين من 5 سنين يعني فيه 5ة لسه ما تغيش في الإحصائيات آه لسه ما عندناش وقت أوي كتاب من 5 سنين كان عندنا 160 تتويج دولي ما شاء الله من 5 سنين كنا أكبر نادي في العالم في مؤرسة الكاراتين من حيث النتائج والأعداد ما شاء الله النادي الأهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي في قوامه 101 في الجهاز بالتلات فروطة ما شاء الله النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي فيه جهاز استمر فيه هذا الزمن مستقر ما أعتقدش في العالم أعتقد آه 28 سنة مستقر رقم مستقر طبعا فيه شوية نواشات خفيفة لكن لكن مستقر يعني إيه يعني ما فيه إدارة بتتدخل تقولي عايزة اللاعب ده أو المدرب ده أو الإداري ده ما حدش قال لي أنت بتعمل إيه طوال 28 سنة هو بس هاخب من كلامها ما حدش قال لي إيه أو ما حدش هو ما حدش بتدخل في صميم عمل الدكتور مراد عاصم عشان فيه ثقة من مجلس الإدارة وهو ده النادي الأهلي ما حدش قال لي يعني كل الدنيا في الرياضة بتشتكي من تدخلات أنا الحقيقة سعيد جدا بمجالس إدارة النادي الأهلي على مدار 28 سنة اللي ما كانوش بيعملوا أي تدخلات ويسايبنا نعمل شغلنا باحترافية شديدة جدا وده أدى للنتيجة دي مش أنا الاستقرار ده هو اللي أدى للنتيجة دي